رجعنا لكم تالي في الجزء الثالث من دربانجر النهاردة صحتك صروتك وهنتكلم عن الصحة النفسية في الغالب أنا اللي بختار الموضوع أقوله لضيفي عن طريق الإعداد أو الإعداد بيرتب مع ضيفي إحنا هنتكلم فيه النهاردة بقى الموضوع ماشي باتجاه عكسي ضيفي هو اللي اختار الموضوع اللي هيتكلم فيه ليه بقى؟ لأن أنا دايماً باتهم الناس بتاعة الإرشاد الأسري والترمية البشرية أنهم ناس يعني كلامهم كله كلام نظري مع النهاردة بنضيفي ده صديقي وهو ما كانش بنخلنا نقول كده على الهوى طب تعالي الأول نرحب بنضيفي وضيفكم دكتور عادل مرزوق استشاري الصحة النفسية دكتور عادل صباح الفول عليك صباح الخير ايه الغطار كله تمام؟ ايه الدخل الجامدة دي؟ بصدر لك الحاجة منظر أنا عايز أقتنع الأول تمام أقتنع الأول بحيط التنمية البشرية جميل وهل التنمية دي يعني كلام كده في الهوى ولا كلام لواقع جميل وبي دايما بحب في كل حالاتي أعرف يعني ايه تنمية البشرية حلو جدا طيب هي دايما في البداية أي شيء في الدنيا عشان نقدر نحكم عليه لازم نعرف ايه التعريف بتاعه يعني ايه هو الشيء اللي حين نتكلم عليه أصلا تمام موضوع التنمية البشرية طبعا انتشر الأولى الأخيرة في مصر وفي الوطن عربي بصورة كبيرة جدا وإدى بعض الانطبعات الإيجابية عند البعض وإدى بعض الانطبعات السلبية عند البعض تمام طيب التنمية البشرية أصلا كلاف زعام كده أنا شخصيا مش متفق معاه في العموم متفق مع التنمية البشرية في العموم كلاف زعام كاسم أصلا لسبب المصر اللي حضرتك وكنت بتتكلمه من شوية في موضوع الدواء أو قبلها كان في كابسولة أنا بعتبر ده تنمية بشرية تمام لأن تنمية البشرية باختصار أبسط التعريفات ليها ده تعريف شخصي بنسبالي هي جودة الحياة تمام يعني المفروض أن أنا بنمي البشر أن هما حياتهم تتطور تمام لأن إحنا ككائل موجودة على الأرض مختلف عن باقي الكائنات زي الحيوانات أو غيره الحيوانات مثلا سيبهم مئات السنين ألاف السنين مئات ألاف السنين هو مش محتاج يطور من نفسه هو عارف أن هو بيقوم الصبح بيتكسر إزاي بيأكل إزاي هيجيب الفريسة بتاعته منين والدنيا ماشية تمام مفكرش مثلا أن هو يعمل عربية ويعمل طيارة ويعمل موبايل سمارتفون وزي يطور من نفسه وزي يبقى فيه تكنولوجي وزي يبقى فيه قناة زي القناة الجميلة دي ونقدر نقدم حاجة للناس هو دماغ الكائنات كلها مش الحتة دي تمام الكائن الوحيد العاقل اللي عنده استعداد إنه هو يجوت حياته هو البشر اللي هو زي حضرتك وحضرتين تمام البشر ده دايما حريص على جودة الحياة إن حياته دايما تكون متميزة تمام هي دي التنمية البشرية باختصار إن أنا المفروض إن أنا عايز أجوت حياتي يعني عايز مثلا يكون الكممينيكيشن سكيلز بتاعته قوية مهارات التواصل بيني وبيني الناس قوية يعني أحب أسأل حضرات سؤال مثلا هل اللي واصق في نفسه أحسن ولا اللي مش واصق في نفسه لا أنا ما بتسئلش أنا بأسأل هنا طب ماشي طب اللي واصق في نفسه بالتأكيد طبع أكيد هل المتواصل الجيد ولا اللي بيخبط كده بيحدف أكيد المتواصل الجيد طبع هل اللي عنده هدوء وسباة فعالي ولا المنفعل والعصبي هي الفكرة في التنمية البشرية إنك بتديله طولز وأدوات إزاي بأكد هي دي الفكرة ببساطة تمام طب والات النهاردة أبو نظر أنا هبتدي اقتنع ودي مشكلة أنا صعب إن حد يقنعها بس هم بتوقع هم بتوقع تنمش راي كده طبعا يدخش في داكلات يقنعوا لو ده طب انت اخترت النهاردة إن احنا نتكلم عن الصحة النفسية والوعي والاستمتاع بالحياة جميل أنا تحمست لعنوان البرنامج النهاردة أو عنوان الفقرة تمام لإن إحنا فعلا بنفتقد الاستمتاع بالحياة جميل بس عايزين نعرف بقى العلاقة بين الصحة النفسية والوعي والاستمتاع بالحياة جميل اوه هو بس قبل ما الراحة دي هنرجع بس خطوة وراء لو هستأذنك يعني لا تفضل برضو مش عايز ابقى مكحف قوي مع الناس اللي رفضت تنمية البشرية لسبب ان فعلا في بعض الناس سألتني كده كان سؤال طريف بيقول لي هي التنمية البشرية نصب فقولتلو اه تعالف الناس هسألك بس انا اتلاحظ كنت عمالة بروز في السؤال اهيوا اقول لك نصب ولا ولاكش نصب فقلت النصب يعني الكلام في العواء اه نجيبه بأسلوب حلوة فقولتلو اه فاستغرب يعني ازاي انت بتتكلم وبتدفع عن الاتجاه ده وبتقول اه هي الفكرة دلوقتي ان التنمية البشرية تلات اطراف الطرف الاولاني هو مقدم للخدمة يعني بمعنى اصح اللي هو المحاضر او الترينر او الانستركتور او اللي بيكتب الكتاب اللي بيتكلم في التنمية البشرية يعني في الوضع الحالي حضرتك مثلا وعندي مطلقي وعندي الحاجة اللي بتتقدى مطلقي الاول سادة المشاهدين وبالتابعي انا جميل جدا وعندي المحتوى المشكلة ان انا عندي سببين في كل واحد من دول وصلنا في الاخر ان التنمية البشرية بالفعل بنسبة كبيرة في مصر وفي بعض اجزاء من الوطن العربي دخل في سكة احتياله نصب ممكن اخش اضيف حاجة كمان اه تفضل انا بحس ان هو ملوش علاقة بالواقع اما ده اللي انا هتكلم فيه دلوقتي ده اللي انا اقول انا جايفت على طول جميل انت لقت معايا كويس جدا حلو جدا طيب بالنسبة للمقدم الخدمة فيه مشكلتين فيه واحد مثلا قرأ كلمتين حلوين هو بيعرف يتكلم فقال له خلاص نجيب الكلمتين الحلويني انهم موجودين في الكتاب ونروح نقولهم في المحاضرات هو ده يفسر ان فعلا البلد كلها بقت اه عادي مفيش مشكلة لا اي حد يشتغل ياخد كورسات ويشتغل تمام ودي بالمناسبة انا بدأت كده يعني عشان بس اكون ما يبقاش مثلا بتاهم الناس وانا في منصة يعني منفصلة بس انت منوضح ان انت حبيت التنميل بشارية بس هي الفكرة ان انا دخلت زودت الوعي شوية تمام هي دي الفكرة فالفكرة ان اللي بيقدم او قد فعلا بياخد كلمتين وهو بيعرف يتكلم كويس طبق ويروح يقول بقى خلاص انا كده بتكلم في التنميل بشارية تمام دي اول مشكلة المشكلة التانية مش ان بعض الناس دخلها في المجال بيزنس عشان نكون عمليين يعني يعني سكة حلوة يعني ارش كويس يعني محاضرات بقى بتاعه دانية وتقدر تزول اولا اعز اشكرك على صراحتك بجد والله يعني انا عادت معناها ستنميل بشارية كتير بس مش مش حد بتكلم بقى زي الصراحة لا اما هو انت بص اقول لها حراك حاجة انت الملف اللي قابلي اللي كنت تتكلم فيه مع الضيف كنت ممكن تجمل الملف وان الملف الدواي في مصر كويس وان القطاع الحلو والدنيا لطيفة ولكن هو دورنا اصلا عشان تخلق الوعي انك بتحط ايدك على المشكلة وتبدأ تانالسز لها وتحط لها تحليل وبعد كده هتحط لها حلول عشان نقدر نشتغل عليها ونوصل نتاج افضل مش هنفضل طول الوقت نتهم وندافق يعني الفكرة كلها عندنا متهمين للتنمال بشارية وعندنا مدافعين على التنمال بشارية وذلك هتقنعنا بالتنمال بشارية جميل شكرا عندي حساسينا هقتنع فالفكرة كلها بالنسبة للمقدم دي مشكلته انه اوقات فيه ناس بتدخل سكة بزنس ومصلحة بالمناسبة انا مش ضد البزنس يعني اي حاجة بتتعمل في الدنيا لازم يكون وراها بروفت او اراد او عائد يعود عليك ولكن ايه المنع لما تقدم فاليو و بزنس يعني تقدم قيمة للناس و بزنس برضا المشكلة تحس ان انت فت الناس يعني تحس انت مستريح نفسيا انك فعلا ساعدته في حياته هم الطرفين كسبلين اللي هو بسموه وين وين سيت وش تمام الموقف هم اللي تنين كسبلين فيه المحاضر والمتلقي والمتلقي تمام السبب الاولاني التعميم يعني ايه التعميم انا قابلته بحضرته مع واحد مدارة تنمية بشرية افاشت منه فلاقيته كده هشوية كلام فالفاضي وكلام نظري ومش عملي وكلمتين وبتاعه اصل كل بتوع التنمية بشرية نصابية ودي مشكلة مش على بتوع التنمية بشرية بس يعني احنا عندنا انطباع عن الصيادلة مثلا ان هم مديين او بخلي عندنا مثلا انطباع عن الاطباء ان هم جزارين هل ده صح؟ مش صح؟ فيه جزء كبير من الصيادلة محترمين جدا طبعا وبيقدموا قيمة عالية جدا فيه جزء من الاطباء محترمين جدا وبيخافوا على صحة المريض جدا طبعا ففيه طبعات كده فيه طبعا المحامين ان هم بتوع التلاتة ورائات فيه ناس محامين محترمين جدا وعارفين المهنة بتاعتهم واخلاقيات المهنة فهي الفكرة كلها مش بالضرورة ده النقطة الاولانية النقطة التانية النقطة التانية بقى الجهل بقى يعني ايه انا اسف يعني في اللفظ يعني اللي هو عدم المعرف عدو ما يجهل يعني انا معرفش اصلا الحاجة دي فارمع عليها كتا تعريف وخلاص يعني انا مليش في اي اتجاه مليش مثلا في السياسة فالسياسة دي مش عارف ايه فيه حاجة تالتة بخصوص المتلقي لا بقى المحتوى المحتوى بقى المحتوى عندي فيه مشكلتين المشكلة الأولانية ودي اللي هتعجبك أنا أعرف يعني أن التركيز على الكلام النظري مش الكلام العامل يعني دايماً الكورسات ما بتتكلمش في هاو يعني إزاي يعني مثلاً نقولك لازم تتحكم في نفسك أيوة إزاي لازم تكون واثق في نفسك اقصر الخوف اللي جواك أيوة يعني جبت حاجة كده ودشدشها في البيت فأنا كده صارت الخوف يعني اديني الطريقة اديني التولز والأدوات واحد اتنين تلاتة أربعة أوصل للحالة اللي بتقول عليها ما تدينيش توجهات مباشرة افعل ولا تفعل لأن احنا كلنا كبشر عارفين نعمل إيه وما نعملش إيه احنا كلنا كبشر عارفين إيه الصح وعارفين الغلط ما أنا عارف أن الابتسامة حلوة يعني إن أنا مقابل للناس بابتسامة دي كويس بسمائل جميلة وتخلق الروح حلوة بينك وبين اللي قدامي ولكن طب إزاي حافظ على ابتسامة في ظل الضغوط والمعاناة وزحمة المواصلات وقلة الدخل يعني اديني الطريقة يعني اديني هاوة اديني كيفة يعني المحتوى لازم يبقى لي علاقة بالواقع ولازم إزاي تديني أنفذ المحتوى ده أو أطبق المحتوى جميل عشان كده بقى دي النقطة التانية هي فكرة إنك تمشي بأول حاجة معلومات اللي هي الانفورميشن بعد كده سكيلز مهارات بعد كده أتستيود اللي هو السلوك فالفكرة كلها حاجة ممكن تقوله بتاني معلش تمام معلومات تمام بعد كده مهارات تمام بعد كده سلوك حلو ما تكلمنيش بقى في تعديل السلوك وإنت لسه ما غزتنيش بالمعلومات الكافية واشتغلت على المهارات بتاعتي عشان السلوك بتاعي يتغير تمام فهي الفكرة كلها إن انت روح تقولت لي التوجيهات واحد دين تلاتة وبعدين كمان بنتجهة الفكرة المشاعر والأفكار يعني دايماً تحس كده للأسف بعض برضو بسبب بعض المدربة التنمية إن بيحسس الناس إن انت لازم تكون قيدل عالي قوي يعني هو عارف اللي هو يعني إيه ما يجيلكش وقت تتعصب مثلاً أنا بتعصب عادي بس الفكرة كلها تمانين في المية أو تسعين في المية من حياتي هل هي عصبية ولا هدوء وسكينة وسباة انفعالي هل بيجي لأوقات ثقاتي في نفسي بتقل شوية بيحس وقدي إيه والناس بقدي إيه بس هي الفكرة في كده إنما المشكلة إنك تصدر للناس إن النموذج ده ما شاء الله عليه وثق في نفسه دائماً متعوصل جايد دائماً ما بيغلطش خالص كومينكيشن بتاعته عالية جداً إيه إيه مش فاهم يعني على اعتبار أنه حد يعني تركيب تصنيخ خارج يعني هو بشر وبمره بضغوط والدنيا بيسي لو وصلت للناس حاجة تبعد بها عن المثالية شوية لأن من أكتر المدمرات النفسية هي فكرة البحث عن المثالية ولذلك أنا دايماً بقول لا تكن باحثاً عن المثالية فبذلك لن ترضى عن ذاتك ولا عن الآخر آه طبعاً إن أنت حيث كل حاجة اللي هو زي ما بيقول الكتاب ولكن تبحث على الأحسن والأفضل جميل مش المثالية تمام إن أنا دايماً في حالة تطوير يعني أنا 70% بس أنا كنت من شهرين 53% كنت من 6 شهور 20% كنت من سنة 0% يعني كنت 0-50 يعني في الآخر في تطوير بالفعل بيحسن طب عزيزي ألخص بقى بكده في السريع علاقة الوعي بالاستمتاع بالحياة الوعي بالاستمتاع بالحياة لو أنا أنا مستمتع بالحديث معك ده رقم طمعين يعني إذا أنا دلوقتي أنا مستمتع بالحياتي وأنا بس معلك تسلامك دي هو ده يعتبر إجابة مختصرة عن السواياة لأنه فعلياً لن أشتغل بقى بكرة ونترميها بالشريع يعني بقى بكرة الفكرة أنه فعلاً كل ما الإنسان وعيه بيزيد كل ما استمتاعه بالحياة بيزيد ودليل كده الدكتور اللي كان موجود مع حضراتك دكتور كمان قال حتة حلوة قوي لما حضراتك تتسأله على البديل والدواء فقالك المشكلة أن المصريين عندهم قناعة بتقول أن البديل ده دايماً سيء وأن الأرخص أسوأ الفكرة حضراتك قلت لا أنا عنها نفسي بروح أجيب كذا فرد عليك رد جميل قالك عشان أنت عندك وعيد ده فالفكرة أنت حرك عندك وعيد وعرف هو الأجمل إيه أن أنت بتجاوب على السؤال الأولاني الناس بتتهم التنمية البشرين هو كلام نظري فأنت بتحاول دلوقتي تطبق عملي من خلال الرابع سالي كانت قابلي كذا أشكرك عن المرات فأنت لا والله غالط أنا بأخذ من اللي أنت بتقول أهو تمام أوكي فالفكرة كلها أن بالفعل في حالة وعي لما أنا أكون رايح أجيب دواء وأنا واعي بالدواء بتاعي غير لما أكون رايح عندي قلة وعي طبعا هو يمين يمين شمال شمال لما أكون داخل شارع ومعايا عارف الشارع ده اتجاهه إيه اتجاه واحد ولا اتجاهين الأرشادات اللي موجودة في الشارع ماشية إزاي إزاي سوق العربية طب العربية بتاعت يعني مثلا لنبة حمرة ولاعت كده دكتور أول لنبة زي كده من وقت ده يقول لنبة حمرة وارد فاضل دقيقة طيب أوكي اللمبة الحمرة لما ولعت هو ماشي بالعربية وكان فرحان بيها مفروض يفرح ولا ياخد باله أن اللمبة دي بتدل على أن في مشكلة أن في حاجة نقصة لازم ياخد باله ويعرف أن في عنده مشكلة نقصة وعشان كده لازم ينقل فقر وينقل بردامج عشان فيه هوا جميل جدا بس خلينا أقولك على حاجة الموضوع حلو أقولك على حاجة والله بجد أنا أول مرة من مرات القليلة اللي أقعد نحن تنمية بشرية وحس أن الكلام بيخاطب عقلي وقلبي دكتور عادل أنا هتفل معك على الاتفاق ولكن بعد الهوى علشان ما دبسكش على الهوى زي ما بدبس السادة ضيوفي ولكن احنا بالتأكيد هيبقى أننا فيه communication كتير وصل بصالة كتير أول فترة اللي جاية علشان في الأخير ندي معلومة قيمة لنستفادها لأن احنا في أشد الحاجة نحنا يبقى عندنا وعي ونستمتع بالحال نفسية في أكرة حليتنا بنشكر الدكتور عادل مرزوء استشارة الصحة والنفسية وعلى عام لقاء قريبا في حلقات تانية كتير عزيزي المشاهدين أنا كنت ممسوط معاكم في الساعة اللي قدتها معاكم ولكن دايما مافل معاكم على عام اللقاء الأسبوع اللي جاي ولكن قبل ساعة من دلوقتي وصحتك صروتك أشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر